لا تجحف بالمضحي أي بماله بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه لا بد من تبوط هذه السنية أن يرتفع هذا المانع فإن وجد هذا المانع فإن هذا الحكم حينئذ يتبدل فإذا قانت تجحف بماله فإنه لا يخاطب بها حينئذ ومعنى تجحف بها أنه لا يحتاج إلى ثمنها في يوم العيد في العام أن لا تحتاج إلى ثمنها في طول العام أما إذا كنت ستضحي ثم بعد سهرين أو سهرين تحتاج إلى شراء الدقيق ولما تشري به الدقيق قد ذهب في الخارف فهذا مخالف لما أقرر شرعا في هذا البدء ولكن الأعراف والعادات هي التي تحكم بل يبيع الإنسان ما في بيته من أجل أن يشتري خروف العيد خوفا من المواطنين من مجلس النواب ومجلس الآمن الذي في الدار نسيح حكمونه ومن الناس من يغلبها للعاطفة إلى درجة أنه يقع في الحرار رجل هددته المرأة بالطلق إن لم يأتي بالخارف ورجل انتحر يوم العيد للضغط النفسي الذي تعرض له يوم العيد انتحر الإسلام يقول لك لا تجحف بمالك لا مالك شيف الله يعمل لا ليس الإسلام هو الذي يحكم المجتمع والناس الذين معك هم الذين يحكمون انتحر خلاصة الكلام أن هذا هو الشرط أن لا تجحف بماله طول السنة أن لا يحتج إلى ثمن الزيت ولا إلى ثمن الدقيق ولا إلى ما يستربه من الطيام ولا إلى ما يؤدي به واجبا التي ترجمه كواجبة الكرة وما زرى مزرى ذلك مما يعد من الضرورية والضرورية قد زادت في هذا الزمن فما كان في زمن المضى من الكماليات صار في زمننا من الضرورية هذه السنة سقطت عن كثير من الناس ومادما قد سقطت عنهم فليفعلوا ما فعله ابن عباس انت ابن عباس انت ابن عباس كان يشتري الدجاجة في الصغير يقول هذه آدم سيضحي به ابن عباس دجاجة ندر بحال ابن عباس انت عادي تكون عباس ما هي ابنه ابو بكر وعمر ما كانوا يضحياني أصلا لا بالدجاج ولا بالأرنب ولا بأي شيء نهائيا يصلون معنا ويذهبون إلى بيوتهم ولكن هؤلاء أسحاب السلطة المجتمع لا سلطان لهم عليه لا سلطان إلا للدين عليه فلذلك لما رأوا أن الدين هنا قد مست حقيقته بالمباهات والافتقار ويخرج هذه الشعيرة عن أصلها تركوها ليعلموا الناس أن هذا الذي يفعلونه ليس واجبا عليه ترجمة نانسي قنقر